أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل شخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن الاعتزاز بالمستوى المتميز الذي واصل إليه العمل في حماية البيئة والتنمية المستدامة في مملكة البحرين والذي يتينسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى بالاهتمام بالقضايا البيئية كأهم مقومات التنمية المستدامة وبالخطط والاستراتيجيات الوطنية التي يعمل من أجلها المجلس الأعلى للبيئة وتحظى بدعم واهتمام سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إنه بمناسبة يوم البيئة الوطني تم اختيار شعار هذا العام لنحمي بيئتنا من البلاستيك دعما للجهود التي تبذل من قبل المجلس الأعلى للبيئة وبتعاون كافة الجهات الحكومية والأهلية والمدنية والتجارية من أجل حد من التأثيرات السلبية للمخلفات والمواد البلاستيكية على بيئتنا البرية والبحرية والحياة الفطرية مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين وفي ضوء التوجيهات السديدة لجلالة الملك المفدى تواصل العمل من أجل حماية البيئة من البلاستيك لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة وأكد سموه أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال المحافظة على البيئة وفقا للاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات والتي تسير في اتجاهها الصحيح بعد إقرارها من مجلس الوزراء في فبراير 2018 بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كما أشهد سموه بدعم اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه لتنفيذ ست مبادرات قدمها المجلس الأعلى للبيئة خلال العام 2019 والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في تدوير المخلفات البلاستيكية ومنع استهلاك المواد البلاستيكية في قطاعات تتوافر فيها البدائل الصديقة للبيئة ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع البحريني مؤكدا متابعة سموه الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات وعبر سموه الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن اعتزازه بالمبادرات الطوعية التي قام بها عدد من الشركات والمؤسسات في سبيل تقنين ومنع استخدام المواد البلاستيكية تفاعلا مع توجهات الحكومة الموقرة معتبرا أن ذلك يعكس مدى الوعي الكبير الذي يحظى به المجتمع البحريني بالقضايا البيئية ومستوى الالتزام والمسؤولية داعيا جميع القطاعات لتحقيق مزيد من المبادرات والتعاون للوصول إلى الهدف الأسمى للمشروع الذي وجه إليه صاحب السمو الملكي ولي العهد المتمثل بتنظيم وخفض استخدام الأكياس البلاستيكية وغيرها من المواد الاستهلاكية البلاستيكية وكشف سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة عن بدي إعداد خارطة طريق بشأن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أو منعها بشكل نهائي في مملكة البحرين خلال السنوات الخمس القادمة تطبيقا لأهداف التنمية المستدامة مؤكدا سموه أن تطوير النمط الاستهلاكي يساعد على خفض المخلفات بجميع أنواعها مضيفا سموه أن وعي المجتمع البحريني الذي نراهن عليه دائما سيساعد في الوصول للأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن ونوها سموه بأن المجلس الأعلى للبيئة يعمل على عدد من المشاريع المتعلقة بالمخلفات أيضا مشيرا إلى أن أهم ثمار جهود المجلس توقيع شركة ألمونيوم البحرين ألبا على عقد إنشاء أكبر مصنع لمعالجة المخلفات الخطرة في منطقة الخليج العربي إلى جانب عدد من مؤسسات القطاع الصناعي التي تمكنت من القيام بعدة إنجازات في مجال معالجة وتدوير وخفض مخلفاتها بشكل أكثر استداما مضيفا سموه أن المجلس يتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتعاون مع مكتب سمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤكدا أن ملف المخلفات سيكون مجالا خصبا للاستثبار كما عرب سموه عن اتزازه بالجهود التي يبذلها منتسبو المجلس العلى للبيئة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع البيئية مؤكدا سموه استمرار المجلس في السعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية التي تليق بالمكانة المرموقة التي واصلت إليها مملكة البحرين على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر